طيب أحمد أنا كنت لسي بأتكلم معاكم قبل الفاصل إحنا تقريبا بنوعد القعدة ديات فأما كانكم اللي بتشتغلوا فيها وكلنا منه إحنا صغيرين تقريبا وإحنا لسه شباب صغير عارفين تقريبا المشاكل اللي فيها الكرة المصر يعني فيش حاجة اللي بتحصل دي منفجأة قبت الصلاح كم معايا أول جملة قال لي هي دي مش حاجة غريبة دا العادي طيب العادي دا بقى نخليه مش عادي إزاي ما هو فعلا دا العادي لأن انت لما تبص للمعايير اللي انت جبت بها إيهاب جلال لو هي دي مشكلة إن احنا المدرب يمشي ولا لا حتلاقي إن هي معايير يعني عافى عليها الزمن ومش موجودة خالص حتى النهاردة هوت لو كنا حنفترضها الأول حساموها النهاردة جمال علام في متاخته قال لك أنا كنت سألت عندنا فلوس ولا قال مفيد خلاص يبقى نجي مدرب مصري طيب بتفضل ما بين مين ومين بتصدرنا انت بتفضل بين إيهاب جلال وحسام حسن هو إيه طريقة لعب دا وإيه طريقة لعب دا إيه اللي بيجمع هما غير جنسية مفيش حاجة فبالتالي إحنا بنتكلم إن احنا بنحق قراراتنا بعشوائية حدي بادي طيب الحل إيه؟ طيب الحل إيه؟ نمشي إيهاب جلال ولا نمشي إتحاد الكورة طيب لو ماشينا إتحاد الكورة هنعمل إيه الخطوة اللي بعد كده لأ مين اللي هيجوا بقى أعضاء إتحاد الكورة الجداد يا دي إيه اللي حنعمله بعد كده؟ حديجي لجنة مؤقتة اللجنة المؤقتة هتقعد بقى مكبلة لعدة أشهر تقولك أنا مقدرش ياخد قرارات لفترات طويلة علشان لجنة مؤقتة طيب حنستحمل وبعد كده حيجي إتحاد منتخب تاني مين اللي حينتخبه؟ أيها أعضاء الجمعية العمومية اللي هم الأندية 129 نادي فيها الأصوات بتاعة مراكز الشباب زيها زي الأهلي والزمالك فمراكز الشباب الفقر يا عيني فبيحددوا أصواتهم على مين اللي حديهم مليون جنيه دعم ولا عشوة حلوة طب عايزين نغير القانون ده مين اللي حي غير القانون ده مين ما احنا بقلنا سنين بنطلب بدا فعشان كده هي حيطة سد بقلنا فيها سنين علشان تتكلم فيها مش محتاج ان انت تقعد تقولن غير المدرب ولا لأن دي أضعف وقال حلقة ملاش لازمة في موضوع فاروق خلينا أخذك يا كريم كده نرجع لكروش ساعة يا فاطفل معاكم مش جايس ألكي بصراحة بصراحة يعني الوضع غريب الوضع كوميدي شوي يعني احنا نرجع لفترة تعيين كيروش كيروش جي فترة دايقة جدا وقلنا سعيتها فيك تصفيات كس عالم وبعدها بطولة الأمم والراجل مضغوط مش مطالبين منه مشروع مطالبين منه أداء نتائج لحظية نتائج وقتية لكن انت خلصت ده كله خلصت تصفيات كس العالم خلصت بطولة الأمم معاك بقى فترة طويلة جدا تقدر تعمل فيها إعداد كويس مشروع كويس يجي مدرب كويس يبقى انت فيه كده محطوط وخطة وبلان وقاله حتى في بداية بعد ما كيروش مش قال فيه بلان احنا ماشيين عليها وهناخد الموضوع كده شهر بشهر ويبقى فيه تطور وفيه خطة لكن انت بعد تعيين مدرب تيجي في أول معسكر يبقى مهدد بالإقالة لا يبقى كده فيه تهريك يبقى كده انت مش حاسب أي حاجة كده انت مفيش خطة محطوطة وانت كده زي ما التصريحات بقى اللي خرجت ان انت ملقتش معك دولارات فاروح تجيبت المدرب الوطني مين يا جماعة أحسن مدرب وطني موجود على الساحة والله إيهاب جلال خلاص تعالى دير المنتخب وما كانش حد متوقع الضغطات اللي على إيهاب جلال محدش متوقع ان انت النتائج في فترته الأولى أو على الأل في بداياته هتبقى بالشكل ده تيجي انت تستجيب للرأي العام حتى احنا مع اختلافنا يعني الناس مع إيهاب جلال وفيه ناس ما كانت معارضة إيهاب جلال بس انت متوقع النتائج هتبقى كده تيجي انت تستجيب للضغط اللي موجود ومع بدايات الكلام ان الأداء كان وحش والأداء كان فيه مشاكل ومطالبات بالإقالة مطالبات بالإقالة دي ممكن الناس تقولها على الأهاوي في الكافهات لكن انت اتحاد كورة لازم يبقى فيه مشروع محتوم خلاص اخترت المدرب الوطني شفنا مدارس كتير من المدربين الوطنيين على مستوى العالم جاري الساوس جيت لما جيه درب منتخب إنجلترا كان فيه سخرية كبيرة جدا من من الشعاب الإنجليز لأنه هو ما كانش ديه تاريخ لكن اتمسيكوا بيه يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لما جيه مدرب وطني ما كانش ديه تاريخ كان مساعد دي شام في الفين واتناشر التاكل في الفين واتناشر لما جاوه التاكل من المدرب اللي انت اخترته خلاص انت اخترته سواء هو كف وهو يناسب إدارة المنتخبات ولا لا خلاص انت اخترته لازم تدعمه على الأقل خلص تصفيات بطولة الأمم بتخلص الراجل أخفق فيها ومساعدش يبقى خلاص محققش هدفه ويمشي وده ساعتها برضو يبقى خطأ في البلان اللي انت حاطيت طعام بس عارفة كريم عندك مش هتسأله جيه نتناقش يعني عدود نخش في بعضها لا 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 حبيب نتناقش على طول لا بس انا هسيبك تكامل بس في نقطة مهمة مهمين هيتحمل ان انت ما تستعدش كسر هؤمن الأفريقية يعني مع كامل انا مش هسيب الحالي ومحتالي وحياتي الاتحاد كرة بيقرر او جاس فني بيدرب ومن وصلتش كسر هؤمن الأفريقية في مجموعة زي دي خلاص هو فيه اشخاص لازم تاخد قرار وانت لازم تتحمل قرار ودي حاجة صعبة جدا انت متوصلش برضو هؤمن أفريقية اخسرت من اسيوبيا انا وفي الاخر هتسعد يعني مش صعبة يعني كل حاجة بقت صعبة بقت خايف من الحاجات اللي فيها سيقوة ما كانش منطقة يخسر من اسيوبيا بالعداد ده 2-0 عارف هوا المشكلة فيه شوانت فعلا مفترض ان هو الفترة الحالية انسب مدرب ان انت المدرب الانسب فترة قصدي ان هو مدرب يجي يكون بلا ضغوط انت مطالب ايه مطالب ان انت موصل لأم افريقيا اتنين من مجموعة سهلة فموضوع في المتناول في امم افريقيا هتتلعب في كوتيفور فمش باطلوب اكتر من انت توصل لدور الثمانية مثلا فمش هتتشال مش هتقال لو وصلت لدور الثمانية وخرجت بعد كده توصل كاس العالم 2026 اللي حيتاهل تسع دول من افريقيا فالموضوع سهل ان انت لو جبت حد تصبر عليه عشان يعمل مشروع في 2026 تكون فعلا منتخب قوي ولكن انت بتضيع الوقت تو كل شوية عمال تو كل ما تتقدم خطوة ترجع ثلاث خطوات بمنتهى العشوائية وبعدين وانتو بتتكلموا وبتقولوا المدرب المحلي في ألمانيا او مدرب في فرنسا او ديشانب او الحاجات دي الناس دول طبعا هم مجوش عشان هو مدرب وطني هم مجوش عشان هو مدرب وطني عشان هو مدرب وطني او مش وطني ده مش اسا معيار بتقيس عليه وبعدين لو انت جبت ايهاب جلال او فكرت قبل كده في حسام البدري او شوق غريب قبلهم في محاولة لاحياء تجربة حسن شحاتة اللي هي دايما البوصلة بتاعتنا عارف المشكلة في ايه ان اصلا تجربة حسن شحاتة كانت نفسها تجربة عشوائية مش مخطط لها يعني هو حسن شحاتة نجح بالصدفة هو كان مجرد ان سردلي يفشل فعايزين واحد يكمل التصفيات جبنا حسن شحاتة كسب له مطشين خاص قوم افريقا على الابواب يكمل لو اتحسبت ضربة الجزاء تاعت ابراهيم سعيد قدام السنغال فقبل النهائي وخسرنا كان مشي حسن شحاتة او لو خسرنا ضربة الجزاء في النهائي كان هيمشي حسن شحاتة كانش فيها 2008 و2010 فهي كده هي الدنيا ماشية كده عندنا في مصر ما فيش اي تخطيط وبعدين مع كل سواج كانت فدل لو كنا كسبنا في ضربة الجزاء هنا كان هيبقى مكمل فهو الحظ ممكن يبتسم لك والصدفة تكتب لك النجاح في مرة لكن بقى مش هتكتب لك النجاح تاني غير بعد سنين طويلة هو ده المنطقة اللي بينتصر عندنا فشل فروح انا عندي انت عايز تول حاجة اوه انا عايز اقول انت بنا انا عليه خد قرار ليه القرار لا ده اوحش لكن هو المدرب مش ساحر هو احنا لو جيبنا اعظم مدرب موجود على الساحة دلوقتي يدرب هو اب جلال اجتمع بالعيب طريق ايه قد ايه فترة قدية اسبوع عشر ايام وهو مش ساحر يعني انت حزبه بعد كده والراجل ملحقش يعمل حاجة اصلا هو المشكلة ان الراجل ملحقش يعمل حاجة اصلا هو فيه سؤال مرتبط بدا هو الاول لو كان مدير فني اجنابي وهو اللي خسل المطش ده او خسل المطشين كمان غني ايه هتسيبه طبعا هتسيبه لقد انت اختيارك ده انت بناء على ايه قلت انه هو فاشل هو الراجل اقل اداء مش حلو بس هو مفيش لمسة مفيش مدير بايجي حط مصمينة في الوقت انت اول تتمشي على بناء على العلوة فوزي انه اصلا انت اخترت وانت مش واسق باختيارك دي غلطة كبيرة انت شاكك فانت او معاول خسارة تأكدت من شكوكك دي غلطة كبيرة شبه هي بقى اعرف ليه كانوا حقيقي لو مدرب اجنابي كانوا حيكمل ومش حنناقش اسان فكرة رحيله عشان مدرب ما هو الا رصيد فاهم انت الرصيد انت من يوم تقديمه اتحاد الكورة بيسأله وليد العطار انت اجبته ليه ايهاب جلال فعلك دي امور داخلية جمال علام بيقدم ايهاب جلال فبيقول له معانا بقى ايهاب جلال المدير الفني المنتخب مصر فقالها بطريقة مش اللي هو خلص كلامه الناس مش فاخدة بالله فما حدش سقف ايه مش هتسقفه يا جماعة ولا ايه اللي هو منتهى الاحراج يعني فيه الحماية مدربك فيه احراج اكتر من هو يخرج يتكلم يقول ان احنا بنناقش بنشوف سيارة ذاتية وهو مدرب معك عنده اتعاقد مع الاتحاد احنا بنشوف برا احترامل احترامل الحقود دي اللي هو حلم ومشهور المجلس دارة اتحاد الكورة قال لي انو دي حكاية تانية غير حكاية المدير الفني منتخب مصر الاول اما اللي بيدرسه سيارة ذاتية المدرب المنتخب الولمبيا او مدير التحاد الكورة ما هو موضحش كده لا هو هو سيارة الوار وضح كده بس ما هو مركات وحازم لما بيدرسه سيارة ذاتية بس انا هقول لك السيغة بس جمال علام اخطأ في تصريحات انا اول جملة قلتها قلت انو مش كل مسؤول عنده مهارة الحديث للأعلاف مش دازم يتكلم فيه متحدث رسمي ده واحد اتنين هو حبه حد اشار عليهم حد شبهنا يعني صاحب كده واعدامي قال لهم ادام ما قادش كلمة اقالة يبقى ما فيش اقالة فخلاص يطلع قول ان احنا ما قلناش اقالة بس هو خلاص يعني هنتحكي طب بلاش هو كابت اللاعب جلال دلوقتي هو في كوريا يعني خلاص هو كده صدق ان هو لم يقال فاكير نميسا يعني خلاص واللعيبة مش عارفة ان ده اخر مطش اللاعب جلال بالضبط يعني حيقول له مثلا انزل ولا اعمل حاجة فالتاني يقول له لا ما انتها بتكلمني ليه كده بعد اخر مطش ليك لو خسرنا بقى بفضيحة زي ما خسرنا وقدام فورنسا بخمسة ولا حاجة مين هيتحمل بقى المسؤولات دي هنشعلها المين واللعيبة جلال هيجي يقول لك ببساطة كابت الكويت يعني كده كده باش يقول لك انا كده اصلا ده هما يقروني اصلا فانتو بتحاسبوني على مطش اللاعب نفسها هتقولك ما احنا المدرب مش هنلتسم بكراراتهما اصلا مهماش لاعب ده ايه الخطة وايه اسلوب اللاعب اللي هيتعمل وايه اللاعب نفسها ذهنيا دخل المطش ده ازاي وفي النقطة مهمة انه اللاعب اصلا بينزل المباراة زيادية هو عايز يزبط للمدير الثاني بتاعه اخد المواصل اللي جايب اصلا 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 طيب عايز اخد كل نقطة مهمة جدا انا كنت بتكلم النهاردة على فكرة انه الدول المصري دلوقتي بقى لا يفرز لاعبين جايدين ولا يفرز مدربين جايدين يعني مش هنتكلم بس لعبين هو كمان المدربين يعني ممكن فعلا عشان نبقى ندي الراجل حق وكبت اللي هي بجلب مدرب كبير مدرب محترم في الدول المصر بس ممكن ما يكونش يليك بمنتخب مصر اللاعبين اللي بالعب منتخب مصر ممكن ما يبقوش لايقين على منتخب مصر على العلل اللاعبين اسبتون انهم مش لايقين فترات طويلة لكن كبت اللاعبين كانتش لسه لحق نحل الكصة دي ازاي بسرعة ننقذ نفسنا ازاي بسرعة يبقى عندها لعبين مؤهلين للعب منتخب مصر وعندنا اجهزة فنية نقدر نعتمد عليها وقدر نصدرها ما عندناش دوقتي المدربين بيدروا اه طبعا انت لازم تتحرك في اكتر من ملف فؤات واحد اولا لازم تتحرك كاتحاد كورا ان انت تعد جيل جديد اللي طالع من المدربين برا زي ما الدول اللي هي قريبة منك بتعمل مش بقول الناس الغنية يعني تونس والمغرب والجزائر واحد زي علي ماهر واحد زي احمد سامي والناس دي تعدهم ان هما يبقوا عندك كوادر تدريبية للمستقبل دورات يمسيكم منتخبات زي حسن شحاتة ما حصل من الدرجة التانية صعد المينيا صعد السويس صعد مقولين العرب بعد كده منتخب الشباب بعد كده منتخب اول فالناس دي ان هما ياخدوا دورات وهم يمسيكم منتخبات الشباب ومستقبلا للا المنتخب الاول في نفس الوقت عشان تقوي المساوئة بتاعتك لازم اولا الجمهور يرجع لازم ثانيا ان انت تقلل عدد الفرق بتاعت الدوري الممتاز على مدار سنتين ان هما يرجعوا ل 16 فريق عشان المنافسة تبقى قوية لازم ثالثا بقى ان انت تشوف حل لموضوع اللي هو انها بقت دوري منطقة القاهرة بعدش دوري المصري ما عرفش دي تتحلها ايه بس هو لازم بقى في حل جاذري ليها عشان ترجع المنافسة قوية تاني والناس والي بقى الاحتكاك يصنع شخصية لللعبين بالتالي بعد تبعية لما هتعمل كده هتلاقي ان فيه فرق ما بين الموسم والموسم يخلي كل مدرب يعمل فترة اعداد لللعيبة بتاعته يعني احنا بنقول اللعيبة ليه متتطورش هو اخر لعيبة عملت فترة اعداد في مصر كنت امتى احنا بقى انا اربع سنين ما عملاش فترات اعداد لأي فريق اتخلص بعدها اسبوعين تاخد راحة تبدأ على طريق بنلوم لعيبة الاهلي في الاصابات واللعيبة فيه لعيبة بقى لسنتين لعيبة الدولية اللي مرايحتش لما سافرت مع اسكر الامارات لعيبة دي بقى لسنتين لحمة المطشط فعلا نقطة دي اه كريمان عجبني كلامك على الاحتراف شوية لعيبة تحترف في سنة صغيرة احنا عندنا عالية اللعيبة شوية غريبة بالنسبة لي يعني اعرف اكتر من اللعيب وحصلت قصص كتيرة للعيبة جال احتراف في بلجيكا وجال احتراف في تركيا وهم صغيرين ورفضوا ليه لانه جايلوا عرض من الاهلي والزمالك اللي كان نعود في بلدي فلوس اكتر فلوس اكتر وقعت في بلدي مشهور جدا واخد الاخد مالش انا اسف نام بقطعك انه هنا فلوس اكتر في الاهلي والزمالك هو الاعيب بتاع كودفور ولا غانا ولا سنغال البيت اللي عليه بياخد ايه فلوس في اوروبا محمد صراح لما راح بازل كان فيه كام لعيب في مصر بياخد اكتر منه صح كتير جدا وقفة تماما فهي يجاد حزرنا جدا يبرافو عليكم اه بالزبط ممكن كان وارس عيطة يروح الزمالك ممكن يجيو له عرض من الزمالك او من الاهلي عرض من الزمالك فهي دي الفكرة ان انت لازم تشجع لعيبة تحترف ولازم عقلية اللعيبة عمر مرموش اه لسه قدامه كتير لازم يبقى فيه كذا عمر مرموش موجود هنخرج منهم كامل عيب العيب بيتغير ازاي نيجي للمدربين انا عجبني جدا المغرب عملت الكاف برو عملت دورة تدريبية الكاف برو شارك فيها مين بقى شارك فيها وليد الريكراك مدرب الوداد شارك فيها رشيد التوسي مدرب الرجاء وحسين عموتة مدرب الفريق المحل جابوا له المدربين على اعلى مستوى اختلطوا بحتكوا بمدربين من افريقيا مدربين الصف الاول في افريقيا ومدربين من اوروبا كتير هو ده اللي بيفرد وليد الريكراك دلوقتي بيفضلوه في المغرب والشعاب المغرب يقوف على خليل وزيتش المدرب الكبير جدا وكلهم عايزين وليد الريكراك ياخد فرصة في كاس العام لان هم ابنوا خلاص بكدراته وهي دي تطوير مدرب المحل فلازم عندنا يبقى فيه دورات لازم عندنا يبقى فيه تطور في المجالية طيب انت ما نسيت الكسة بتاعت المحترفين بمoduANSمه المحترفين والاجانب اللي بيجوا في الدورة المصب خلينا فالاول في المحترفين انت مع فكرة انه نقل العادد اللاعبين Yang اللى في الدورة المصب اوه مع زيادتهم انا مع زيادتهم طبعا انا مع زيادتهم هاي شخوره عشان تق电 المنفس بكاعت الدورة انا مع ان Russ احنا نتعامل مع الدورةivering لا وقاله لا بسرح كامية Heard كل ما دخل مدخل او الحد ييجي معا ايقول لا لازم نقل لا لا دا كلامنا عاف علي الزمن دا كل الدوريات العالم فيها محترفين كتار جدا اه ايه اهميتها بقى عندك محترفين كتير يعني مثلا انت لو حنيس على الدوري السعودي انت دايما بقس على انجلترا وفرنسا والناس دي عشان دول خلاص في حيطة تانية مختلفة عننا انما تقيس على اللي هم اللي زينا عندك السعودية مثلا عمين بكل شوية بيزودوا عدد المحترفين بس فالمنافسة تبقى قوية فالاحتكاج باللعابين اللي هم المحليين نفسهم يبقى قوي فيتعلموا يتعلموا اكتر يعرف انت لما تشتغل مع حد قوي فتستفيد منه مش بس كده دي نقطة انت هيديك فرصة كمان انا كنادي مثلا اهلي او زمان تفتسمح بالاحتراف سيبه بقى اصدق وغير كده انا اضم معطا انت عندك في مركزك مثلا باك يمين انت بدل انت بتتنافس ملعيب مصري انت هيبقى معك كواحد عالي معلول انت مطالب دايما ان انت تبقى top 4 مطالب دايما ان انت تاخد فرصتك تبقى في احسن مستوى ليك لان انت معك العيب محترف خلاص انت عارف انه لو انت ريحت اللعيب ده هياخد عليك وهيبقى هو الاساسي وهتعرف تثبت الاسعار بالكواس بالكواليتي يعني دلوقتي بدل ما انت سوقك يعني مثلا هو في حراس مرمى فيه اثنين تقاطر الكويسين هيبقوا غاليين جدا انت مش تقف تستوري من بره انت عملت غلي وتعلي في اسعار العيب عندك العيب او اثنين بتعلي فيهم جدا وعندين احنا مش منعنا الحراس الاجانب من يوم ما منعنا الحراس الاجانب ما طلعنوش حادس كويس فيه الرمأ شوية غير شنب بس انما من قبلها كان فيه الحضري وعبد الواحد السيد وعبد المنصف دول التلاتة وكان فيه اجانب السنغال عندهم مندي والمغرب عندهم ياسيم بونو كل الناس عندهم اجانب